أهلا وسهلا لبنات صحابتي الزوينات كديري اللي بس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بيخار وعلى خير وبتمام الصحة والعافية أنتم ما كنتشاهدوا الفيديو ديال هاد النهار كيف العادة غنبتا وكلمنا بالصلاة والسلام على نبينا اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومرحبا بيكون معايا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله قد نشارك معكم فطوري ديال هاد النهار واحد فطور ساهل ماهل بدينا كنعيه والبنات ويمغادي نحاول نوجدها معاكم بعجينة وحدة الحلو والمالح كي يجي وعلى شكل فطائر أو البريوش الذادين بزاف واقتصاديين وغنشارك معاكم حتى واحد تحليه قد جي تايبنينة تحليه بالفريز وخال بنات بزاف كي يكتبوا لي في التعليق شاركي معانا تحضيرات ديال العيد واش ما غديش تديري الحلوة أكيد البنات غادي نديرها رأيكم معارفيني أنا إذا صيفت الحلوة قبل الوقت سوف نأكلها قبل العيد حيث كنت أتوقع لليش حال من المرة كنوزة ما بقريزة عمال حداقا فتاني كان نقوم النقب ومناه كم والفطور مع وحل الكوئيز ديال آتي المهم إن شاء الله وقل هذا واخر فيديو غدي نصور معاكم بالنسبة للتوجة ديال طويلة الفطور ديال رمضان لايحينا رمضان العام الجي إن شاء الله واخره كنعك بزاف ديال العيد كي يحير وفتاني درمضان شنو يطعيبه مع فدك اللوبر كنعطيه جد فتالي كي يتقادها ولينا صافي كنت سهله المهم إن شاء الله ده بغدي بنا نحطر معاكم الحلوية ديال العيد وقت راحات وحدين أخرين لتكون سهلة وقتصادية وزوينا في نفس الوقت باش هكا نهارة للسباح ديال العيد نحطوه واحد طبيلة ديال الفطور اللي تكون زوينا وبتنوعه وإن شاء الله غدي نشارك معاكم حتى الأجواء ديال ليلة القدر ليلة 27 أكيد ونبدأ و بسم الله على بركات الله أول شيء كيف العادة هي تتحليه باش يالك تبرد ونحن نحن نتعلم وطلع الصحور مهمة بناتكا نصيبها هي اللوولة عندي نايا ربعة ديال الفريز اللي موصول مزيان وقطع وكا قطعة اللي تكون صغيرة غدي نزيد عليه قصر هنا غدي نزيد عليه جمع القكبار ديال سانيدة وحتى صشية ديال الفاني وغد نحط فوق البوطة كي تأسل عندما البنات صارحة هدرت عالي عفية متوسطة وقيت كمرة مرة كنحرك وحتى تلقي المادية اللي مزد فيها لما لواله كي يتعسل كي يولي بحال هاك صافي دبع غد نتفعلي ونحن نخلي علاج نبون بش نوجد الكريمة كننخط كسرونا كندر فيها نصيطر الحليب ونزيد عليه ثلاثة ديال المعرق الثانيدة وصشية ديال الفاني كي تتعطي واحدة مزوينة لهذه الكريمة ميزينة او لانشحت هي ثلاثة ديال المعرق الكبار وعندي هنا الفرماج هذا المثلت سوف نضيف ثلاثة ديال المثلت او للمربع ثلاثة ديال الفرماجات ونحرك كل شي مزيان ونضع فوق البوطة حتى يتعقاد وما نغفل عليها كنقام مرة مرة كنحركها كي لا تتكور وما تتلسق ثلاثة ديال المثلت بعد اختي قليل المثلت سوف نضيف الزانون طبيعي ونحن نحط كل شي مزيان سلاحة ذلك اضافة ديال الفرماج يدعون لديه الكريمة انا اختيت الكيسة ثلاثة في الطابقة السابقة قد تستعمل لديها أي بسكوين قم بصعب الهرنس الذي أريده وضعه وضعه نضعه في الأول ويضع في الطبقة الثانية سوف نضع الفرز سوف نضع فقط البيسكوي لكي يكون هو الطبقة الثانية سوف يكون مطاقات وفرز وكريمة وكريمة لا تشبع منها وقم بصعب الكريمة سوف نضع الطبقة الثالثة سوف نضعها فوق الفرز وعندما ترى البناء سوف نضع 5 كيسان ونضعه في طبقة الثالثة لكي يكون مطاقات برد ويكون مطاقات بردة ويكون مطاقات بردة سوف نضعه ونضعه 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 في نجرة الحجينة السحرية في الطبقة الثالثة في الأناء أخذت كيسان المدافي ونضعه من المصدر ونضعه 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 نضع إليه بالنسبة لكي تفعل المرحلة الأولى بالنسبة للميزة أخبرها ندخلها المجدسة يمكنك إنتقل مع القيامة يمكنك إضافة أحد المضافي و أحد المضافي لا يمكنك إضافة الأمام و أحد المضافي لحلطي الخلط 10-13 دقيقة حتى تفعل المكوينة الآن سأزال 4 كارز و 1 كارز نحن نخلط كل شيء مزيان بعد الخلق اليدوي ونزيد الطحين بالتدريج هنا لابنا ننسيت مولفة كان عبر الطحين ميكاكون كان نديره كان عبره بالكاس ديال العنفة باش نعطيكم بالضبط اشحال الدرجة هنا رابقية كان ندير بالمعلقة ونزيد مهم كان نديره عن كميزان كان بقى نزيد شوية بشوية وانا كان نخلط مني كان نشوف الخلط وبدأ كي يتقال هذا الخلط ما يبقى شيء يقدر يخلطه كان نكمل بيدي كان نكمل جميع بيدي باشي كي تتعجن مزيان صافة هنا بعد ما جمعتها سوف نديرها فقر الخلط باش نديرها واحد شوية ضروري البناس نديرها واحد شوية وخاك نخليها ترتاح العجين تعمل الخلط في المرة المرة نديرها وكي تعطي نتيجة أفضل وليس واحد شوية ندير شوية باشي ما تبقى تلصق ونغطيها ونغطيها كتخمر باشي كتخمر ونوجد حشوة الملحة وفي مقلاد مطلسة القطعة صغيرة نضيف القطعة ونضيف الازجز ونضيف الملحة ونجدها تشعر بأسرات الطيب ونضيف الملحة ونضيف القفطة ونقوم بسكارة ونتجد حشوة الملحة قد اجتنات قرية لتحدث قفطة نضيف القطعة ونضيف القطعة سكين جبير المضع الحمارة كامون التومة في بودرة هنا نضيف حريص على الحرور اختياري نضيف حضر ثم نضيف الحشوة من حضر الحشوة نضيف حضر و القرعه نضيف حضر الحكاكه نضيف حضر نضيف الحشوة لنضيف الحشوة هنا يكون النهائة التواضحة الأخير لا يمكن ان نredق الدرس سلسل داخل المالحة بداخل الملحة نضيف الوصول سلسل حسول الحشواء مستفات مزائع اليوم السلسل نضيف الملحة وقوم بإمكانت بالنسبة للملحة بالنسبة لحشواء لابدت أجل الملحة حاجة الملحة ثلاثة معلقة ثانية ثلاثة معلقة النشاء أو الميزينة ونحرك جيدا نضيف جيدة بيضات ونحرك كل شيء جيدا نضيفها فيها من المسطح حتى تعقد الكريمة من قبل أن تحرك ونضيفها ونضيفها زبدة ونحرك الزبدة ونحرك جيدا ونتهي كريمة ونضيفها لم يكن يأتي ونقوم بالبريج ونقرأ عجنا قناة على زبدة نقف نصص والمالح سأقوم بتصغير نقف مالح نقف نصص نقسم المالح نقسم كرة صغيرة سوف نأخذ الدلق و نطلق العجينة نطلقها على هذا الشكل شكل بيضاوي لا نرقق العجينة نضيف الحوش والمالحة نقوم بشارة الوسط و نجمع هذه الدلق و نضيفها بشكل جيد لكي لا تتحل نطلقها على الجنب سوف نطلقها بنفس الطريقة كيفية نطلق العجينة و نقطعها على هذا الشكل كما تراهين في الفيديو اخرج و نقوم بخطئها و أضربها من هنا و أضربها من هنا لكي يأتيوا على شكل ورقة الشجرة سوف نقوم بخطئ القطع و نضيف العجينة و نجمعها جناب و نجمعها لجنب و لن تججيل فرران سوف نقسم بشكل الحماي و نأتيه على الناس نكمل هذا الطريق برسال طريقه نجد أجنب نقوم بسطل نقوم بسطل من الحشوة نجمع من نسبة الحشوة التي تريدون أن تنقل فرمج سنقوم بسطل من خلال ثالث ثم نقوم بسطل من خلال البنط يجمع كثيرا نجمع حشوة الأولى نقوم بسطل من خلال الثانية ونأخذ الموس ونأخذ شريطات هذه واضحة هنا كيف ونأخذ العجينة المعمرة ونضعها وسطة من هذه اللي شكلتها ونجمعها ونبرك بيتها ونقضعها من القناة ونقلبها ونضعها في طبصل الفرع بعد أن أخذ العجينة المال أخذت هذه العجينة التي أخذتها تسناني قسمتها على جوش يجب الأقصى أن يكونوا بحال بحال بحالة المغرق نضع المغرق ونقضعها ونطبعها على العجينة ونقضعها 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 نضعها في طريقة ونقضعها تستطيع أن نقوم بالمشيء لباقيته وأتنظر في النصر ونجميع البلائس ينبق 완료 تحتويب مزيان نعطي البلائس نقوم بالمشيء ونركبه للك كما يثير من افتاحها قمت بالمقلاة حول البلائس لكن في المقلاة لديها حشوى الملحة تضاف الطريقة قمت بها خدس من خلال البلائس يجب أستطيع الملحة و الملحة و الملحة و الأضرير دعوة غذاري و نزيد كبدة الشرماء يوجد جبنة يوجد كبدة و هناك كبدة و لا تنميقها و أضع الأعطرية و أحمرة كامون و هذا الشيء الذي يبدأ في العطرية نجد تطيب تطيب نحرك جيدا عن طيب ونزيد لها ونعطي الطيب يجب عليكم الجيد من الطيب يجب أن ندرك لها نحرك جيدا ونجدها تكمل الطيب هنا الكبد المترجم لن تأخذ الكثير من الوقت لن تقصح قبل أن نضيفه قبل أن نضيفه لن يكون جيدا وعصرت عليها لن نحرك لن نضيفه وعندما نضيفه لن نضيفه لن نضيفه لن نضيفه لن نضيفه 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 وعندما نضيفه لن تكون المناسة قوة نضيفه نضيفه وعندما نضيفه بدون أن نضيفه لن تركيز وضيفه ونحمره ضيفه في الواجه و بالنسبة للمشاهدة يجب أن نأخذ زوار جديد و نشرطهم لديكم شرطهم و لا يجب أن يبقى الصفر و بالنسبة للمشاهدة لا يجب أن ننزين هذا لذلك سوف ننزين بعد ذلك بعد ذلك و بعد ذلك بعد ذلك سوف نرى كيف يأتي خفافين و أرطبين كثيرا لا تشبعوا منهم لدي الفرماج حمر سوف ننزين به من فوق سوف نرى و سوف نرى صندويتشات سوف نرى المدراسة التي تريدون في المدراسة سوف ننفعهم و هذا ما سوف نرى سوف نرى سوف نرى قطنين و خفاف و أرطبين و أرطبين و أرطبين و يدخلون الفرم و ينفعهم و يمكن أن تقوموا بها و تجعلقوا بها و الكريمة التي أجلتها و تجعلقوا بها كما تجعلها باردة و تجعلها بالحلوان و يمكن أن أعمرها من الوسط و الذي لا يوجد حلوان تعمر بلاستيكا و تخطعها و تعمرها و كما تخطع الزلوان و نضيف و نستخدم كما ترى نضيف و بالتجعل يجعلها و فوق و نضيف و التي ينرى و لدي و علم لم تفضي و أصبت في مباشرة نضيف ونضيف الخطب سوف نعرف الكبدة كبدة لنعرف كثيرا سوف نعرف كثيرا سوف نعرف كبدة سخنة سوف نستطيع نعصر عصر لأنه طبيعي عصر الليمون طبيعي يجب ان يبريده وقلت نعصره لا نزيد معي لدي سلطة شي حاجة هنا رأي اليس هو اللي كان يعصره في هذه العصارة وهذا هو يغتئي يد حتى هو دايري عبت يقص في الرولاكس محيح محيح زيته عدو ماش بيش كان دي ليدونه كيموش بالضحك وصبح الله ما كيجيه البكاحت لهذا الوقيته اللي كتكون مزي رخص تحني العصير الصيبي هذي تقدي هذي والله إلا شي مرة عرفت شغيل كان هر السيام كنا أكلت مرة واحدة كاس العصر ومشي نردع ومشي نرجع نفطر وكانت الوزارة ديالي هذي الطابلة المتباضي هذي النادي لهذا النهر لهم أقدمها نعمة يا رب وحفظها من الزوال عفظة البنات حتى رأني كنصور قاعد كنشوف الطابلة ما فيهاش الفريد حيث كنت عوالة ندين الفريد مع ديالة الكبدة كي يجبني معها هكا الفريد ندوزوا بها وما مدرت لاشلاد على الواله والله ما بقيت على بالي نسيتها وحفظها في برزة نئيات ومشي نبقيت عقلها على فريد لاشلاد على الواله المهم الحمد لله على كل حال سأكلون شبعة وشي طموران الخيال قبل ما سنختم معكم المنتل الفيديو دياله سأخبركم تتحليه كيف يجب كيف يجب يجب كثيرا بساف غير جربوها أكيد سأتعجبكم كيف يجب كثيرا بوحدة غير فلون بوحدة ولا غير رائبة يجب كثيرا ندوز بها ولكنها تحليه مع فيها البيسكوية والفريزة وهي كريمية ناكلها غير بوحدة حيث هذه المطاقات بثلاثة بهم كي يجيوا روعة روعة ومهما هي كيف يصل الفيديو النهاية كنتمنى أن نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم يكون نعجبكم الفيديو دياله هاد النهار وكيف العادة ما تنسوني شمال لايك والتعليق الزوينة ديالكم لكي تطرحني وكي تشجعني المزيد